السلام عليكم ملاحظة نحن اليوم وننتج ونستفاد لا نحن نراقب بسلوك لأنه اليوم أي مخلوق قدامك من تراقب السلوك مالته رح يصير عبارة عن شفرة وحللتها عرفت كل اللي يريده وكل اللي ما يريده وكل اللي يحبه وكل اللي يكاها شوفوا النثية اللي قدامكم هاي بالعش طبعا الفيديو مو مسرع ممسرعي بس الفيديو جزء هو قليل عشرين ثانية فأني كررته حتى نقدر نسولف به شوفوا شقدة باوع شوفوا كم مرة تتحرك وجهها شوفوا الخوف لأن غريزة الخوف هي موجودة عد كل الكائنات الحياة لكن بالطيور تكون أكثر الخوف والحذر شوفوا شقدة باوع شوفوا شون الخوف اللي بيها هذا التعقيب على كم يوم قبل كم يوم نزلت إنه هاي الطيور تحب الأمان ما تحب واحد يراقبها وأنت كل شوية أو أنتي حتى لا يقولون الولد بس علينا كل شوية وجايين ومباوعين بالعش فقسا طلع على الأفراخ ما طلع على الأفراخ بيضت ما بيضت تخيل أنت اليوم قاعد بغرفة واحد يجي يشيل سقو في الغرفة عملاق ويباوع عليك كرسة شنو موقفك رح يصير هاي الطيور هم نفس الحالة تحب الخصوصية فانطوها مجال خلي تأمن أهم شي تأمن حتى الطيور تستقر يعني هسا هاي النثية اللي قدامكم هاي واحدة بالسطح يعني المحميات مالتي والكاميرا كابلاني واير حتى ما أجيها من القفص مالتها من أنصفها ما تشوفني المادة لي جوا وراقبها وشوف الشون خايفة وتراقب منها ومنها وتأكدت أنه بوكت السطح فارغ وإن مشكلة ماكو بس شوف مستوى الخوف تحياتنا لكم